أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبرى للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات السكنية الحالية بما يحقق الاستفادة المرجوة منها في أقرب وقت ممكن جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي حيث كلف بسرعة الإعداد لخطة طرح وحدات سكنية متنوعة للمصريين في الخارج تلبية لرغباتهم سواء بوحدات العاصمة الإدارية الجديدة أو وحدات العالمين الجديدة بالأبراج الشاطئية والحي اللاتيني وكذلك مشروع صواري بمحافظة الإسكندرية كما كلف مدبولي بزيادة عدد الوحدات المطروحة للمصريين بالداخل في ظل الإقبال على الوحدات المطروحة للحجز حاليا لشريحة متوسط الدخل تنفيذا لتكلفات الرئيس السيسي موجها بالعمل على تلبية مطالب المصريين بمختلف شرائحهم في الحصول على الوحدات السكنية شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار تعامل أجهزة الدولة المعنية بحسم مع ملف تعدي على الأراضي الزراعية بما يحفظ ويحمي مقدرات الأجيال القادمة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في تسع محافظات يأتي ذلك تطبيقا لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخرا للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء عليها بالمخالفة شهد الفريق اسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة البحث الرئيسي لكلية القادة والأركان والذي يأتي في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن الواء أركان حرب أحمد محمود صفي الدين مدير كلية القادة والأركان ألقى كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمي بكلية القادة والأركان مشيرا إلى أن فعاليات هذا البحث تأتي في ظل تسارع التطور التكنولوجي في نظم التسليح العالمية ومؤكدا على الدور الرئيسي الذي تقوم به القوات المسلحة في تحديث قدراتها بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومي المصري